موسيقى غرفة الاخبار من سكاي يوز عربية مع روبير النخل اهلا بكم الى ساعة الثانية من غرفة الاخبار ونتابع فيها بالرصد والتحليل الميليشيات الكردية ومهمة تطويق الرقة السورية ورجال ترامب في الادارة الامريكية الجديدة موسيقى 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 الدولي ضد داعش شن هجوم لتطويق مدينة الرقة السورية مع قل التنظيم اعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية انها تسلمت دفعة جديدة من الاسلحة والمعدات من التحالف بقيادة واشنطن لتعزيز حملة غضب الفرات التي دشنتها الميليشيات لدحر داعش من معقله الرئيسي في سوريا حملة يعول عليها التحالف الدولي لمحاصرة التنظيم المتطرف داخل الرقة مستخدما الميليشيات الكردية قبل القضاء عليه داخل المدينة ومتابعة لحوارنا نرحب بضيفنا من بيروت الخبير في الشؤون الكردية التركية خورشد دالي كما ينضم إلينا من اسطنبول الباحث السياسي بكير أتجان ونذكر مشاهدين أن بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر تويتر وفيسبوك وأبدأ معك سيد دالي من بيروت كيف ترسم خطوط هذه المعركة وإن تأخرت ربما مصير هذه المنطقة أيضا والنفوذ الكردي فيها مساء الخير لك أخي روبير ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة سكاي نيوز كما هو واضح معركة رقة تم الإعلان عنها من قبل قوات سوريا الديمقراطية قبل نحو أسبوعين على الإجراءات على الأرض تتم بطريقة إلى الآن دعنا نقول مقبولة يتم تقدم القوات السورية الديمقراطية على محورين عين عيسى وسلوك وأنجزوا يوم أمس خطوة استراتيجية مهمة عندما استطاعوا تحرير تل السمن هذا التل الاستراتيجي الذي يشرف على مدينة الرقة ولا يبعد عنها سوى 25 كيلو متر أيضا على مستوى العسكر يتم إمداد هذه القوات الآن بالمعدات والأسلحة السقيلة التي من خلالها تخوض المعركة في مرحلة مقبلة لكن أيضا دعنا نقول أن هذه المعركة معقدة هذه معركة صعبة ولذلك ربما تطول هي مرتبطة أعتقد بجملة من الظروف والمنعطفات في المقام الأول هناك معركة باب أنا لا أعتقد أن معركة الرقة ستنطلق حقيقيا ما لم يتم حسم معركة الباب معركة الباب هي استراتيجية نظرا دعم لأنه الخط الذي من خلاله يصل داعش بين الرقة وريف حلب وبالتالي لا بد من حسم معركة الباب أولا هذا في المقام الأول خرشد ربما هنا العقدة هنا العقدة لماذا دعمت واشنطن بدأ الأكراد بمعركة الرقة وأيضا أنقرة تصف أيضا الميليشيات بأنها ميليشيات متطرفة وإرهابية وهي توازي تنظيم داعش يعني دعنا نقول ربما إعلان عن المعركة قبل نحو تقريبا أسبوعين وعشية الانتخابات الأمريكية ربما حمل بعدا سياسيا ولكن نحن نعرف أن هناك طبيعة معركة رقة تختلف عن معارك أخرى هي نظرا أن تكون رقة المعقل الأخير لتنظيم داعش وبالتالي هذه المعركة قد تطول وقد لذلك شهدنا قوات سوريا الديمقراطية عندما تحدثت عن المعركة تحرير رقة تتألف من ثلاثة مراحل مرحلة الأولى هي مرحلة العزل ثم مرحلة الاشتباك وقبل نهاية ذلك مرحلة اقتحام أو الدخول إلى المدينة وبالتالي طبيعة المعركة ربما تفرض هذا الأمر أما لماذا أنقر أنا أعتقد لديها هاجس واحد هذا الهاجس هو القضية الكردية ولذلك هي تصر على أي وجود كردي على أن تصفه بالإرهاب بهذه الطريقة ولا سيما كان إذا قوات سوريا الديمقراطية التي باتت منتشرة على طوال الحدود الجنوبية لتركيا ولذلك تركيا تحاول إلصاق هذا التوصيف بالحركة الكردية ربما لأهدافها ولأجندتها السياسية ولفوبياء تركيا اتجاه القضية الكردية في الأساس وأن ما الذي يمنع قوات سوريا الديمقراطية التي هي قوات مجربة على الأرض والتي هي قوات خبرت من الميدان وهي قوات خاضة معارك ضد داعش ولا سيما في منبيج ولولا ذلك أعتقد لما وجدنا سقة التحالف بقوات سوريا الديمقراطية كي تكون العماد الأساسي لخوض معركة تحرير رقا من داعش نعم وضعت بداية في إطار التسويق الانتخابي أيضا الترويج لمشاركة المشاركة الكردية في هذه المعركة ولكن هل الوصول المتأخر إلى الموصل فرض هذه السرعة في إعلان الأطراف المشاركة في معركة الرقا وعدم التلك من جديد أنا لا أعتقد ذلك معركة موصل مختلفة سواء لجهة القوات المشاركة هناك دولة على مستوى جيش نظامي جيش العراقي هناك قوات البشمارقة هناك قوات الحشد أعدت لمعركة موصل منذ نحو السنتين هناك خطط وضعت على الأرض وبالتالي معركة موصل أعدت لها الكثير من الدقة والتأنيب بينما معركة رقا هي معركة ظروفها مختلفة رقا هي محافظة تتوسط العديد من المحافظات السورية منها مثلا حلب دير الزور الحسكة حمص حماء وبالتالي هذه المعركة هي معركة مفتوحة لا يمكن ببساطة محاصرة داعش فيها لذلك هذه المرحلة أو معركة تحرير رقا ستسي وفقا أنا اعتقادي مجموعة من المراحل وهي مرتبطة في النهاية كما قلنا بظروف منبج وكذلك بالخلاف الكردي التركي وأيضا بوصول أسلحة متطورة أتسألك عن حيثيات هذه المعركة ولكن موقف التحالف الدولي ربما وهذا التبرير ويعني يبدو أن واشنطن يعني ليست محرجة مع أنقرة تحديدا ربما في تفويد الأكراد وتفويد هذه الميليشيات أعتقد أن التحالف أعلن أن القوات الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها في خوض هذه المعركة هي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ودليل ذلك أن قوات التحالف ما زال تمد إلى يوم أمس هذه القوات بالأسلحة وتصريحات قادة التحالف وحتى تواجدهم الآن في معارك الموجودة في ريف عين عيسى وتل السمن هذه تؤكد على أن التحالف يعني اختارت قوات سوريا الديمقراطية أن تكون هي القوة الأساسية في خوض هذه المعركة ولكن دعنا أيضا أن نقول أن الولايات المتحدة تحديدا تحرص على أن تكون هناك تركيا مشاركة فيها ولكن يبدو هناك خلاف على دور التركيا على نوعية المشاركة إلى أين ستصل هذه المشاركة كيف ستكون هذه المشاركة هل هي تركيا صرفة أم بقيادة قوات التحالف نفسها أعتقد أن هذا الموضوع لم يحسن بعد ولذلك نجد التصعيد التركي وتهديدات التركية وبنفس الوقت محاولة القول أن ستقلب الحدود على المنطقة ما لم يتم بمعنى هذه المعركة بقيادة تركيا الأزمة بين تركيا والأكراد أيضا تبدو كالجمر تحت الرماد هل سيؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار وربما قد يؤجل التغلب على تنظيم داعش في الرقة ربما هذا الأمر وارد جدا خاصة في ظل تقدم التركي باتجاه مدينة الباب نحن نعلم أن هذه القوات التركية والقوات المتحالفة معها من ما يسمى درع الفرات وصلت إلى حدود تقريبا مدينة منبج ولكن يبدو ما ينقص الأنقرة عفوا الباب ويبدو لكن ما ينقص أنقرة هو عدم موجود إلى الآن ربما موافقة دولية وأقصد هنا أمريكية أو روسية لاختحام المدينة أيضا الأكراد بدورهم يتقدمون صوب المدينة من أكثر من محور سواء من تلرفعة أو من تجاه عفرين أو من غير ذلك المناطق حتى أيضا قوات الحكومة السورية هي موجودة قريبة من بلدة الباب وبالتالي احتمال المواجهة موجودة وكبيرة خاصة أن كل طرف يتمسك بشروطه وبرؤيته وبالتالي مثل هذه المواجهة واردة وأعتقد أن معركة الباب ستكون الاختبار الحقيقي لهذا الأمر ربما أهمية معركة الباب هل تأتي أيضا بعد الانتصار الذي حققه الأكراد في منبج وقد ربحوا هذه الفرصة الذهبية من قبل واشنطن أنا أعتقد أن معركة الباب هي معركة استراتيجية للجميع وربما تستمد أهميتها من اسمها الباب بالنسبة للأكراد ربما معركة الباب هي الجسر الذي يمكن ربط فيها المناطق غربي الفرات بشرق الفرات وأيضا ربما بنسبة لهم هو حصار داعش عمليا داخل حدود محافظة الرقة وقطع جسور التواصل لداعش بين محافظتي حلب ورقة وأيضا هو وضع ربما نهاية للتوغل التركي ومحاولة تركيا فرض أجندتها على المنطقة وبالتالي بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية والأكراد بالتأكيد معركة الباب معركة استراتيجية مهمة بنفس الوقت بالنسبة لتركيا تركيا تعتقد أنا لا أعتقد أن تركيا ستكتفي عند حدود مارع وجرابلوس في توجهات السياسة التركية هناك طموحات توسعية ومعركة الباب بنسبة لها وسيطرة على الباب هي خطوة أساسية لتتوسع أكثر تركيا لديها استراتيجية متدحرجة متتسع من منطقة إلى أخرى وهي تتطلع إلى ما أبعدنا الباب بمعنى هي تطلع ما بعد الباب إلى منبج والرقة وربما إلى محافظة حلب نفسها أيضا بالنسبة للحكومة السورية معركة الباب بالنسبة إلى جزء من الأراضي السورية وهي لا تحبز لقوات سوريا الديمقراطية ولا حتى التركيا أن تتدخل في هذه المنطقة ولذلك بدأت الحكومة السورية استعدادات على الأرض ربما للتقدم باتجاه هذه لمعركة الباب بكل المقاييس معركة الباب هي معركة استراتيجية مهمة وهي حساسيتها من الحسابات والتدعيات التي ستترتب عليها للجميع ولكن البعض يرى أيضا تراجع هذه الطموخات التوسعية التي تحدث عنها تحديدا أن تركيا تسعى فقط لتأمين هذه المنطقة الآمنة أيضا تأمين حدودها أيضا منطقة شرق الفرات وربما خرجت من المعادلة ومن الطموخات القريبة حلب وريف حلب ولم نعود نشر ربما هذه الاندفاع السريعة وهذا الدعم اللامحدود للمعارضة الذي تبعناه في الأشهر القليلة الماضية سيدي أعتقد أن المسألة مرتبطة ربما بالطريقة التي تتعامل تركيا بها سواء مع الشأنين السوري أو العراقي نتذكر قبل أسابيع قليلة عندما انطلقت معركة موصل التصعيد التركي والحديث أن تركيا ستشارك في هذه المعركة بالقوة وحديث عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة الحدودية الأمر كذلك بنسبة لسوريا الآن أعتقد أن تركيا خرجت من المعادلة العراقية خاصة بعد أن تم تحرير تغتل عفر من داعش تركيا ربما تحاول القيام بعملية ما في شمال السورية أو سأل التعويض عن هذه الخسارة التي لحقت بها ولذلك كان وزير الدفاع التركيا تحدث عن وجود أو بما نحشد أربعين ألف جندي في المنطقة الحدودية وبدأت ربما تفكر بعملية أخرى على غيار درع الفرات وقد سمعنا في الصحافة التركية ما هو يسمى درع الجزيرة ودرع الجزيرة كان مقصود فيها ربما عملية عسكرية في طل أبيض بأن يحسوا يصبح الطريق مفتوحا إلى الرقة المشكلة أنه في الخطاب التركي هذا التصعيد السياسي الذي تحديدا يمارسه الرئيس أردوغان يسبق أولا التطورات على الأرض من جهة ومن ثم يصبح يقطع الطريق أمام أي تفاهمات ممكنة للقوى المعنية بالتطورات على الأرض وبالتالي يصبح هذا الوضع هو المزيد من التصعيد ويفتح باب المواجهة أكثر فأكثر نعم بدأ معركة الرقة بإسناد أمريكي وبهذا الدور الكردي الكبير هل أيضا هو تجاهل من قبل واشنطن لرغبة أنقرة التي أعلنتها مرارا بالمشاركة في معركة الرقة بشكل مباشر أنا أعتقد ليس تجاهل إنما هو رفض للشروط التركية تركيا لديها هذه الشروط أولا تتمثل في إقصاء المكون الكردي وفي إبعاد الأكراد عن أي شأن سوري داخلي وبالتالي عندما تجد واشنطن مثل هذا الشرط وهي أصلا في تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وتم معا خوض العديد من المعارك سواء في منبج وقبل ذلك في كوباني وبالتالي واشنطن ليست بمعنى مرغمة أن تتجاوب مع الشروط التركية لماذا واشنطن أيضا فضلت قوات سوريا الديمقراطية تأخذ هناك تجربة كبيرة من التعامل وهناك قوات على الأرض وهي قوات مجربة وأثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها على تحقيق إنجازات وتحت حرير المدن من داعش وبالتالي واشنطن بالتأكيد هي تبحث عن قوة موجودة على الأرض الأمر الآخر الذي يجب أن لا ننساه أن تركيا في نهاية هي ليست قوة سوريا هي في نهاية إذا دخلت ربما هي دولة احتلال هي دولة غازية وهناك رفض لهذا الأمر ثم الأمر صيغة التدخل كيف سيكون وإلى متى ستبقى هذه القوات ولذلك أعتقد أن واشنطن لديها رغبة أن تخوض هذه المعركة بقوات محلية على الأرض لكن دون أن يعني هذا عدم الاستفادة من دعم اللوجستي التركي من دعم الاستخبارات أو الاستفادة من الحدود ولكن ليس بمعنى أن ترضخ لشروط تركيا وأجندتها التي ربما تتجاوز مسألة تحرير القضية من داعش إلى فرض أجند سأعود إليك تحديدا لهذا التوصيف لدور التركي للتدخل أيضا في سوريا ومصفته بقوة الاحتلال تحديدا أيضا مع ضيفنا من تركيا بكير أتجان ولكن سأتابع بعض مشاركة المشاهدين مع شانطال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأهم التعليقات ربما على مشاركة الأكراد والتفويض الأمريكي لهم ببدء معركة الرقة تحت عنوان الأكراد ومهمة تطويق الرقة السورية جاءت تغريدات على نحو التالي أمجد هنا يقول تفضل أمريكا الاعتماد على الأكراد في محاربة داعش في سوريا لأنهم أثبتوا أنهم أكثر تنظيما من فصائل المعارضة السورية نقطة عرضها هنا أمجد في تغريدته أما محمد فيقول إن مهمة طرد داعش من الرقة لا يكتب لها النجاح حتى يتم القضاء على التنظيم المتطرف في معقله في العراق هنا يربط بين الموصل والرقة هذه تغريدة محمد أما مصطفى يمكن أن يتسبب الخلاف بين تركيا والقوى الكردية بعرقلة معركة الرقة نظرا للوجود العسكري التركي الذي أصبح أمرا واقعا في الشمال السوري هذا الموضوع أيضا ستتناول روبير مع ضيوفك الليلة أما حامد فيقول لابد من مشاركة فصائل عربية مع الأكراد في محاربة داعش في الرقة نظرا للتركيبة السكانية التي تتمتع بها المدينة وريفها هذه كانت بعض المشاركات روبير التي وردتنا عن هذا الموضوع سنعود إليك وإلى ضيوفك شكرا شانتال وأعود من جديد إلى الضيفي من بيروت الباحث السياسي ومن أنقرة نضم إلينا من أنقرة بكيرة جان المحل السياسي أهلا بك عبر اسكا نيوز عربية كيف تصف هذا التفويد الأمريكي شكرا جزيلا وألا يحرج أيضا ربما أنقرة والأكراد الحلفاء في النيتو يجب أولا يجب أولا قبل الإجابة على سؤالك أريد أن أعلق على ضيفك من بيروت عندما يقول بأن الولايات المتحدة أو تركيا لا تفضل التعامل مع الأكراد أو إقصاء الأكراد يجب أن يعرف جيدا بأن لا توجد مشكلة بين تركيا والأكراد والدليل على ذلك ما يحصل في شمال العراق التنسيق المستمر والتدريب التي ما زالت مستمرة للبشمارك العراقية هي من طرف تركيا وبدعم تركيا بإمتاز نعم ولكن سيد بكير هناك أزمة أزمة طويلة وهي نعم وهذه الأزمة الطويلة تسببت بعدم استقرار في المنطقة وعدم استقرار تحديدا في جنوب تركيا سيد العزيز في جنوب تركيا الأكراد لا يطالبون يعني كما هو معروف أو المفهوم بأنهم يطالبون بالحقوق الذي يطالب بالحقوق لا يقتل أخوه الكردي السنة التي فاتت فقط خلال سنة يعني السنتين حوالي 2015 بين الفترة بين 2015 و 2016 خلال سنة واحدة قتل منظمة البيكيكي الإرهابية داخل تركيا ستة آلاف كردي هذون الأكراد لا أقصد المكونات الأخرى هذون الذين يسكنون في المناطق الجنوبية في المناطق التي تتواجد فيها الأكراد بكسرة لماذا؟ لأنهم لا يتفقون معهم من الناحية السياسية والعقائدية والفكرية إذن هذه تنظيم تنظيم إرهابي وفي نفس الوقت انفصالي هذا غير ممكن أن يتقبله العقل وحتى الشعب في أي مكان وأكبر دليل على ذلك أيضا في شمال سوريا الآن قبل أيام قبل يومين ثلاثة خطفوا ست أشخاص ينتمون إلى حزب آخر في مدينة عامودة وهذا يعني إذن هم أيضا انفصاليون ومزهبيون لا يريدون يعني المكونات أو الأخوة الآخرين من الأكراد أن يكونوا جنبا إلى جنب معهم والدليل ذلك ما يحصل على الأرض الواقع في نفس الوقت المكون الكردي لا وحده ولا يستطيع محاربة داعش يحتاج إلى المكونات الأخرى ففي سوريا مكونات أخرى وهي مهمة جدا جدا إلى جانب التركمان إلى العرب إلى الشراكس إلى الأشوريين إلى اليزيدين لا أريد أن يخرج تحديدا موضوعنا وهو معركة الرقة نعم ولكن الإسناد الأمريكي اليوم لمليشات سوريا الديمقراطية بإطلاق هذه المعركة أيضا كيف تنظر إليه أنقرة هي يعني الشريك في النيتو وهذه الرغبة التركية السابقة بأن تكون تركيا هي عرب معركة الرقة خلال أيام سوف تجدون بأن هذه سوف تكون تغيرات جزرية على أرض الواقع إن كانت في الرقة أو في المصل أو في شمال سوريا وأنا لا أريد أن أقول أكثر من هكذا ولكن الأيام القادمة سوف نشهدها بشكل واضع جدا لأن الأكراد لا أقصد الأكراد هنا لأن الأكراد أخوة لنا ونعيش معهم لا نستطيع أن نضم كلهم في تركيا توجد أربعة أربعة مليون إنسان متزوج من بعض ما البعض فقط من كردي تركي أو تركي كردي لذلك الفصيل حزب الاتحاد الدموقراطي البيادي الانفصالي هذه لا تستطيع أن تحرر الرقة لوحدها ولو جاءت بأسماء مختلفة ولو بدعم أمريكي والأيام القادمة سوف نجدها أنها كيف تتراجع تدرجيا لأنها تحتاج العرب والسوريانيين والأشوريين والكلدانيين واليزيليين والترقمان والشراكس المكونات التي هي أيضا صاحبة الأرض وصاحبة ولكن إذا أردنا أن نكون فقط فصيل والتي تتمتع فقط بانفصالية وأيضا مذهبية وعقائدية هذه غير ممكن أن تفعل على أرض الواقع شيئا على المدى الطويل ولو حررت بعض المناطق ولكن هذا لا يعني بأنها تستطيع أن تستمر لأن الأيام القادمة الدعم الإيراني والدعم الأمريكي والدعم الدول الأخرى لهذه الفصال سوف تنتهي أو تتغير إن لم تنتهي ولم تكن في هذا المستوى وهذه تؤدي إلى ليست فقط الرقة وإنما شمال سوريا بالانسحاب من الملاطق التي استولوا عليها لا أقصد هنا غربي الفرات فقط بما فيها شرقي الفرات والأيام القادمة سوف نجد تغيرات إن كانت في التعاطي من الولايات المتحدة بالنسبة لتعامل مع سوريا من طرف كنظام ومن طرف آخر مع حزب الاتحاد الديمقراطي البيدي ومن طرف آخر تركيا خرشد تحديدا التبدل وهذه المتغيرات التي تحدث عنها بكير نعم لها أيضا أسباب ربما أن قوات سوريا الديمقراطية هذه الميليشيات ليست وحدها من سيقاتل في حرب الرقة وحدد حماية الشعب الكردية قد تكون أيضا شريك وهذه هي المخاوف المحقة لدى تركيا بما هي امتداد لحزب العمال الكردستاني نعم سيد بكير سأعود إليك هذا السؤال لخورشد تركيا ليست لأنها حزب الاتحاد الديمقراطي ولكن لأنها فصيل فصيل من نظام الأسد وفصيل من مدعوم من طرف إيران وليست لأنها وهي لو كانت لها علاقة مع الفصائل يعني مع الجيش الحر مع المعارضة السورية لكانت الأمر غير كازة تختلف تماما ولكن هنا اختلاف جزري من يدعمها لأجل من لماذا لا تدعم الفصائل الأخرى وتدعم فقط حزب الاتحاد الديمقراطي إذن هي أداة لتنفيذ أجندات خارجية فقط ولا تستطيع أن تفعل أي شيء على أرض الواقع على المدى الطويل على المدى القصير خورشد هل هذه هي الصورة هل هذه هي ربما فقط هذا ما تتخوف منه أنقرة أخي ربير فقط دعني بملاحظات سريعة على ما تحدث بضيفك أولا عندما يتحدث بين العلاقة بين تركيا والأكراد جيد ويستشهد بشيء كردستان العراق أعتقد هذا قفز للواقع وللحقائق داخل تركيا هناك يوميا حملات اعتقال للنواب للرؤساء البلديات للسياسيين للمثقفين دعني أقول الآن هناك خمسين رئيس بلدية ونائب خلال سلاسة أيام تم اعتقالهم ما زال جيش التركي يقصف المدن الكردية بالدبابات هل هذا هو الكلام الذي تتحدثون به عن الأخوة التركية مع الأكراد هذا الكلام لم يعد ينفعكم الواقع أن القضية الكردية أكبر من هذا الكلام هذا أولا الأمر الثاني عندما تصر على وصف قوات سوريا الديمقراطية مرة بأنها حليفة عميلة للنظام ومرة عميلة لأيران ومرة عميلة للأمريكان وربما عميلة لجنوب أفريقيا هذا الكلام ينافي كل الوقاع على الأرض قوات سوريا الديمقراطية هي قوات تألف عمادها الأساسي من الأكراد من الأشوري من العرب وداخل هذه القوات وفي معركة الرقة هناك فصائل عربية وفصائل من داخل محافظة الرقة تشارك مع هذه القوات في تحرير الرقة من داعش الذي يغيظ الحالة التركية أن قوات سوريا الديمقراطية أصلا ليست بهذا المفهوم الضيق كما يصورها الأتراك على أنها مجرد حركة انفصالية ومثل هذا الخطاب هو خطاب سياسي مدروس هدفه هو إيقاع حرب كردية عربية وهذا لن يحصل وقوات سوريا الديمقراطية أثبتت خلال الفترة الماضية مدى صدقيتها في التعامل مع هذه القضية وبالتالي على الإعلام التركي وعلى السياسيين الأتراك أعتقد أن يعيد النظر في طريقة تفكيرهم وأحكامهم المسبقة الأمر الآخر عندما يتحدث الأخ بكير من تركيا ويقول كل ذلك سنشهد في الأيام المقبلة تغيرات لا أعتقد أن ما هو موجود في الواقع الآن يشيب مثل هذه التغيرات إذا كنت تخصد الإدارة الأمريكية الجديدة هذه الإدارة نفسها ممثلة بالرئيس المنتخب دولاند راب أشهد بقوات سوريا الديمقراطية وأشهد بمقاومة الأكراد لداعش وحقيقة هذا وتوصيف دقيق لأنهم أثبتوا جدارتهم سواء كانوا في سوريا أو في العراق خرشد وصلت هذه الفكرة نعم سيد بكير لماذا ربما كيف تقرأ أنقرة هذا الدعم من قبل واشنطن وأيضا الدعم الفرنسي لا أسمع نعم خرشد سأعود ربما إلى ضيفنا بكير من اسطنبول خرشد سأختم معك معركة الرقة بأياد كردية أيضا هذا الدعم الواسع الفرنسي والأمريكي كيف سينعكس في المستقبل على مسار المعركة وتحديدا كنت تحدثت عن معركة الباب وقدوم تركيا باتجاه الرقة وأيضا حمايتها لهذه المنطقة الآمنة أنا أعتقد أن القوات الأساسية التي ستقود هذه المعركة وكما هو يجري الآن هي قوات سوريا الديمقراطية ويجب أن ننظر أخي ربيع أن هذه القوات ليست لديها صبغة قومية كما يصورها البعض وكأنه يجزع من الانفصال أو غير ذلك هناك خطط عسكرية وضعت لهذه المعركة ولا سيما في المرحلة الأخيرة التي القوات التي ستدخل إلى هذه المدينة معظمها فصائل عربية وهناك تصور مشترك لوضع استراتيجية لمستقبل هذه المدينة بعد تحريرها كما حصل في منبج وغيرها ليست هناك مشكلة قومية بهذه الطريقة كما يصورونها البعض ولذلك نشهد التحالف الدولي سواء بشقه الأوروبي أو حتى بشقه الأمريكي يقدمون كل الدعم لهذه القوات مع الإشارة أن معركة الرقاة تتطلب قوات أخرى ومشاركة أخرى أكبر من قوات سوريا الديمقراطية نظرا لأنها تحيط بمنطقة جرافية كبيرة جدا الأزمة بين تركيا والأكراد هل ستؤجل القضاء على تنظيم داعش في الرقاة نعم سوف تؤجل لأن المشكلة هنا في تنسيق بين حزب الاتحاد الديمقراطي في يدي وداعش والإسنين يشكلان خطر على تركيا وعلى الأمن في الشرق الأوسط والدليل على ذلك لأن هذه المنظمة التي هي بإدارة تمثل لزام الأسد وإيران وأجندات خارجية هي لا تستطيع أن تفعل أي شيء على المدى الطويل كما أشرت قبل قليل وضيفك يكرر إذا كان هذا الحزب كما يدعى بأنها هي تمثل الأكراد الأغلبية الكردية وإلى جانبها العرب لماذا المظاهرات التي تقوم في الرقة وتطالب بسحب هذه الفصائل من الرقة وتريد انضمام أو تحرير الفصائل المتواجدة في الرقة لتحرير الرقة وليست هذه إلى جانب لماذا هذه الفصائل قتلت وما زالت تقتل بأكراد في شمال سوريا الكثير منهم على رأسهم مشعل تم والغير كل الوطنيين الأكراد قتلوا من طرف هذا التنظيم ليست فقط لهذه المرة الأولى وعدة سنوات ولم تمثل سوى 10% أين المنظمات الكردية الأخرى والتي عدد أكثر من 30 منظمة في شمال سوريا أليس الحق لهم أيدا أن يشاركوا وأليسهم أيضا ضد داعش أو هي الوحيدة فقط حزب الاتحاد الدموقراطي ضد داعش أين البقية أين المكونات الأخرى أين اليزيديين أين الأرمن أين المسيحية في الحسكة والقامشلي أين هم أليس يوجد لهم أين السوريانيين من هذه المواضيع أليس فقط الحاكم فقط الأكراد أين ذهبوا أليس في إقصاء للمكونات وللأقليات الأخرى من طرف الولايات المتحدة وحتى الأكراد ربما هذه الصورة قد تستهد تعقيدا أو نمثل هذه نحن أين البقية إزاد أليس هؤلاء السكان منذ ألاف السنين قبل الأكراد في هذه المناطق وعلى رأسهم السوريانيين والأرمن والأيزيديين أليسهم لهم الحق أيضا أن يقتلون من طرف حزب الاتحاد الدموقراطي أن يقتلون من طرف النظام بالاتفاق من طرف إيران ومن طرف نظام الأسد ومن طرف حزب الاتحاد الدموقراطي الباحث السياسي بكير تجانكت معنا من إسطنبول كما كان معنا دالي شكرا جزيلا لكم